أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهرى عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضع فقال يا فاطمة آتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسان قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك يا فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك يا فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك يا أبو الحسين علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسين يا أبو الحسين ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ها هو معا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحبا لوائي قد أذنت لك يا فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزونني ما يحزونهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وعدون لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك يا وبركاتك ورحمتك وغفرانك يا ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس واضطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكي ولا فلكي يدور ولا بحر يجري ولا فلكي يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسا فقال الأمير جبرايل يا ربي ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرايل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمير جبرايل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك يا السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله عليك يا السلام يا أمين وحي الله إنه نعام قد أذنت لك يا فدخل جبرايل معنا تحت الكساة فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البايت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساة من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصططاني برسالتي نجيا ما ذكرى خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع ميشيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعب فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصططاني بالرسالة نجيا ما ذكرى خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعب السلام